الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تبادل التهنئة بمناسبة مرور ثمانين عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين وذلك في الإطار الذي بحث فيه الرئيسين سبل تعزيز مختلف أطر التعاون بين مصر وروسيا خاصة من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجارية بينهما حيث ثمن الرئيسان العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين الدولتين في مختلف المجالات وشهد الاتصال أيضا مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية حيث أكد الرئيسان أهمية دفع جهود تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الأزمات القائمة بها على نحو يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها كما تطرق الاتصال إلى التشاور حول سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة لأسيام في مجال الغذاء حيث أكد الرئيسان أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في إفريقيا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على تضحيات الشهداء الذين دفعوا ثمنا كبيرا من أجل أن يتحقق الأمن والاستقرار للدولة وفي كلمته خلال الاحتفال بيوم الشهيد في الندوة التثقفية السابعة وثلاثين للقوات المسلحة قال الرئيس السيسي أن الاحتفال يعكس العرفان بحق الشهداء رغم الصعوبات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر وتجاوزتها بفضل الله وبفضل تضحيات الشهداء كما شدد الرئيس السيسي على أن الدولة تمكنت من إنجاز هدف القضاء على الإرهاب في شمال سيناء بنجاح لفتا إلى أنه عندما تولى المسئولية كان الهدف هو القضاء على الإرهاب في شمال سيناء مع تحقيق التنمية وأضف الرئيس السيسي أنه كانت هناك مساع لتخريب تواجد الدولة في شمال سيناء عام 2011 أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن دعم القطاع الصناعي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة وذلك وفق خطة تركز على القطاعات التي تزيد من الصادرات المصرية إلى الخارج جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لاستعراض مقترحات البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات حيث وإطلع رئيس الوزراء على أبرز محاور تنفيذ البرنامج مشيرا إلى أنه يستهدف تحقيق زيادة جوهرية في الصادرات باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبية وأيضا قاطرة النمو لصناعات وطنية ذات قدرة تنفسية في الأسواق العالمية أعيد انتخاب شي جين بينج رئيسا للصين لولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها خمس سنوات إثر تصويت النواب بالإجماع لصالح الزعيم البالغ من العمر 69 عاما وكان شي جين بينج قد حصل في أكتوبر الماضي على تمديد لمدة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية وهم المنصبان الأهمين في سلم السلطة في البلاد وجاءت نتيجة تصويت النواب بحصول شي جين على 2952 صوتا مقابل صفر أصوات معارضة وصفر امتناع التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع ناظره الفنندي ساولي نينيستو في واشنطن لتجديد دعم الولايات المتحدة لانضمام فنلندا سريعا إلى حلف شمال الأطلسية وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون للصحفيين إن بايدن ونينيستو ناقش التزامهم المستمر بدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسية وتقدمت فنلندا إلى جانب السويد بطلب للانضمام إلى حلف النيتو ردا على العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من عام قال رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية إليجيوس بولافيسيوس إن روسيا لديها ما يكفي من الموارد لمواصلة القتال في أوكرانيا لمدة عامين وبنفس القوة وأكد رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية للصحفيين أن الموارد التي تمتلكها روسيا في الوقت الحالي ستكون كافية لمواصلة عمليتها مضيفا أن مواصلة روسيا للقتال تعتمد أيضا على الدعم الذي يتلقاه الجيش الروسي من دول أخرى أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضرورة وجود شراكة وثيقة بين بريطانيا وفرنسا ذلك في بيان عشية مشاركته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أولي قمة فرنسية بريطانية منذ عام 2018 وشدد سوناك في البيان على ضرورة تعزيز تحالف البلدين لكي يكون جاهزين لمواجهة تحديات المستقبل وذلك في وقت توجد فيه تهديدات جديدة وغير مسبوقة مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل